موسيقى ارحب بك من جديد صديق المشاهد في حلقة اخرى مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة القصة التي تحكي تاريخ عمل الله في القرن الاول المسيحي مع بداية الكنيسة في العهد الجديد هذا التاريخ مدون في سفر اعمال الرسل واحد من الاصفار المقدسة التاريخية التي تحكي هذا التاريخ المقدس انتهينا الاسبوع الماضي الى الكنيسة وما وصلت اليه الى الامم من خلال الكرازة ونجاح الارسلية الى الرسول بطرس في بيت كرناليوس ثم دفاعه امام اه الاهل الختان او الكنيسة في اورشاليم مع بداية الاصاح الحادي عشر نهاردة هنكمل حديثنا عن قصة الكنيسة اه تحت عنوان كنيسة الله الاولى في انطاكا في اصح حداشر من اية تسعتاشر الى اية تلاتين بعد دفاع الرسول بطرس امام الرسل والاخوة في اورشاليم عن خدمته بين الامم ختم البشير لوقة هذا الجزء بالقول قول مشجع مبارك في اصح حداشر واية تمنتاشر اذا اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة وده كان الحياة بمثابة اعلان صريح من قارة الكنيسة في اورشاليم وهم يهود محافظين عن قبول الامم كشركاء في جسد المسيح في الحقيقة الرب عمل في قلب بطرس زي ما شفنا المرة الماضية اقتنع بالذهاب الى الامم ليقدم ليوم رسالة انجيل واستطاع بطرس بقوة الروح القدس انه يقنع الكنيسة في اورشاليم بما حدث ويقبل الامم معهم دون ان يتهودوا عشان كده كان تركيز البشير لوقة في سفر الاعمال في بقية السفر بعد كده على كنيسة الامم فكأن الكنيسة تولدت في اعمال عشرة ومن اعمال حداشر ابتدى يكمل هذا التاريخ المقدس والحياة بالتحديد من اصرح 13 وبولوس بيبدأ رحلاته التبشيرية المشهورة والبشير لوقة بيدون ويتابع حركة هذه الرحلات التبشيرية والخدمة بين الامم وتأسيس الكنائس وهكذا لكن بداية بكنيسة انتاكيا هي اللي اصبحت الحقيقة الكنيسة المرسلة اللي ارسلت بولوس ورفقائه في خدمة الامم خدمة متسعة جدا جدا فالنهاردة بنوقف قدام ميلاد هذه الكنيسة كنيسة انتاكيا الاولى اللي هي كنيسة من الامم ازاي بدأت؟ ازاي ولدت هذه الكنيسة؟ كيف كانت البداية؟ بنقرأ دا الحقيقة واحنا فكرين انه الذين تشتتوا من جراء الضيق اللي حصل بسبب استفانوس اكتازوا الى فينيقية وقبرص وانتاكية وهم لا يكلمون احد بالكلمة الا اليهود فقط لكن منهم قوم وهم رجال دولباء مش معروفين رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا انتاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع وكانت يد الرب معهم فامن بالرب عدد كبير ورجعوا الى الرب اذا البشير اللي هو هنا في صح 11 والايات من 19 ل21 بيرجع بين الاصح 8 على الذين تشتتوا وجالوا مبشرين بالكلمة ففي احداث الاضطهاد جعل الرب منها سبب الانتشار الكلمة وبكده دخلت المسيحية فينيقية وقبرص وانتاكية يبدو ان الكرازة كانت في البداية لليهود فقط لكن فيه رجال زي ما ارينا كبرصيون وقيروانيون يعني من شمال افريقيا ذهبوا الى انتاكيا وكانوا بيقدموا الرسالة لليونانيين غير اليهود ودي كانت بذار الكنيسة في انتاكيا طبعا انتاكيا كمدينة تعتبر مدينة عظيمة وهي عاصمة سوريا في ذلك الوقت كان بيسكونها في حدود 500 الف نسمة من جنسيات مختلفة منهم اليهود ودول عندهم مجامعهم وكانت تعرف بانتاكية سورية تمييز لها عن انتاكية بيسيدية اللي في اسيا الصغرى او تركيا على بعد 300 ميل شمال اورشاليم وكانت الحياب تعتبر تالت مدن الامبراطورية الرومانية بعد روما والاسكندرية كانت بتلقب بملكة الشرق او انتاكيا الذهبية بسبب جمالها وروعة مبانيها وبكده جمعت انتاكيا بين الاعمار الرومانية والثقافة اليونانية والمجامع اليهودية وبسبب وجود المعابد الوسانية عرفت بمدينة المجون والخلاعة الوسانية بدأت الكرازة في انتاكيا زي ما قلت بجنود مجهولين تتخطى حدود الجغرافيا والثقافة من ناحية الجغرافيا ذهبت الرسالة الى موراء اليهود والسامرة الى فينقية اللي هي لبنان حاليا وقبرص وانتاكيا عاصمة سوريا من ناحية الثقافة تخطت الرسالة حدود اليهودية الى الامم فكان معظم المرسلين قبل ذلك لا يكلمون احد بالكلمة الا اليهود فقط الا ان بعض من جاءوا من قبرص اللي هو موطن برنابة ومن قيروان شمال افريقيا كان منهم لوكيوس القيرواني ذهب هؤلاء الغير معروفين للكرازة لليونانيين في انتاكيا مبشرين بالرب يسوع ولانهم غير يهود فالاشارة الى يسوع الرب وليس المسيح وباركهم الرب جدا حتى امن عدد كثير وراجعوا الى الرب مرة اخرى بنشير لهؤلاء الابطال اللي احنا مش عارفينهم ولم تسجل اسماهم هنا لكنها حتما مسجلة ومعروفة عند الرب وصفهم البشير لوقة وكانت يد الرب معهم وهو نفس التعبير اللي استخدمه لوقة علشان يوصف خدمة يحنا المعمدان والمعنى ان الرب بارك خدمتهم وايدها بقوته ربما في صنع بعض الايات والمعجزات والعجائب لتسبيت الكلمة ونتيجة لهذا امن عدد كثير وراجعوا للرب وبنفس الكلمات البشير لوقة يصف خدمة الرسول بطرس في يافا هؤلاء الابطال لم يضعوا فقط حجر الاساس لكنيسة الامم او يضعوا البذار الاولى ويستخدمهم الرب في زرع هذه الكنيسة الحية بل بخدمتهم نامت كنيسة انطاكيا نموا سريعا وعظم الرب العمل من خلالهم وصارت كنيسة انطاكيا كنيسة انطاكيا كنيسة مرسلة لكن في احتياج للمتابعة المتابعة بعد تأسيس الكنيسة وهذا الدور غالبا قام به برنابة في الايات من 22 الى 24 نقرأ هذه الكلمات سمع الخبر عنهم في اذان الكنيسة التي في ورشاليم فارسلوا برنابة لكي يكتاز الى انطاكيا الذي لما اتى وراء نعمة الله فرحة ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب لانه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والايمان فانضم الى الرب جمع غفير بنشيط الرب هنتكلم مرة تانية بالكامل عن برنابة فانا مش هطول الكلام هنا عنه لكن بذكر حاجة في غاية الهمية انه كنيسة ورشاليم مسالة ممسكة بزمام القيادة فكانت مهتمة تعرف وتتأكد ان السامرة قابلت كلمة الله بعد خدمة فيلوبس فارسلوا اليها بطرس يحنى وهتمت الكنيسة انها تتأكد كنيسة في ورشاليم ان الامم قابلوا كلمة الله فسمعوا بزيارة بطرس الرسول لبيت كرناليوسي وهنا في انطاكيا لما سمعوا بخبر ما حدث والنهضة اللي بدأت اختاروا هذه المرة مش رسول من الرسل اختاروا برنابة ليرى بنفسه ويساعد الكنيسة الوليدة والحقيقة كان اختيار برنابة اختيار موفق جدا لانه برنابة هو رجل التشجيع والمتابعة قال عنه وليام باركلي اختاروا رجل يحمل اكبر قلب في الكنيسة عندما اتى الانطاكيا ورأى بنفسه ما يثبت عمل النعمة الالهية في هؤلاء المؤمنين الجدد كان هذا بلا شك امر مشجع للكارزين المجهولين والذين قبلوا رسالة الكرازة بدأ خدمته برنابة وكان يعظ الجميع ان يثبته في الرب بعذم القلب لذلك انضم الى الرب جمع غفير والرسول البشير لؤه بيستخدم الفعل انضم ليعبر عن النمو العددي اللي حدث في الكنيسة في ذلك الوقت استخدمه مرتين قبل كده يوم الخمسين لما قال قبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو سلاسة الاف نفس وبعد كده في آية سبعة وربعين في عمال اتنين وكان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون والحقيقة السر في هذا السمر هذه المرة هو من داخل برنابة رجل صالح ممتلئ من الروح الكلس والإيمان خلونا نعترف حبائي ان الفخ اللي بيوعى فيه كتير من الخدام هو الاهتمام بالظاهر دون الباطن اهتمام اللي بيشوفوه الناس من امكانيات وقدرات وكفاءات والقاب الخادم بينما الحقيقة هي ارتباط السمر والنجاح الذي يدوم بتقوى الخادم وحب الصحيح للرب والامانة في الفعل والقول وتقديم المجد للرب والتسلح بالشعار اللي رفعوا الرسول بولوس فيما بعد لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع هكذا كان برنابة ولهذا كان الصمر مبارك ومتكاسر جنود مجهولين بدأوا الكنيسة برنابة عمل المتابعة ثم يأتي بولوس ليعمل التلمزة الآيات 25 إلى 27 خرج برنابة إلى ترصوص ليطلب شاول ولما وجده جاء به إلى انطاكيا فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلماء جمعا غفيرا ودعي التلميذ مسيحيين في انطاكيا أولا مع نجاح الخدمة ونمو الكنيسة في انطاكيا روحيا وعدديا أدرك برنابة أنه مش هيقدر بمفرده يتابع العمل وكان وكان عليه يجد شريك شريك في الخدمة لم تكن المهمة سهل أنه يجد الشريك المناسب ويلفت انتباهنا أنه لم يذهب إلى الكنيسة الأمة في أورشليم علشان يطلب عين فهو يعلم أنه ما زال هناك جماعة المتشددين اللي بدأوا ينادوا بضرورة العودة إلى بعض العوائد اليهودية كالختان لاكتمال الخلاص لكن تفكيره ذهب مباشرة إلى شاول إلى بولس الرسول وبحث عنه وجدوا ودعاه ليأتي معاه إلى انطاكيا علشان يقوم بخدمة اللي بنسميها التلمسة لابد أن برنابة كان عارف ومتأكد من دعوة الرب ليشاول للخدمة بين الأمم ويمكن سمع ده من حنانيا ولابد كذلك أن المؤمنين في انطاكيا سمعوا عن شاول واختباره عشان كده برنابة راح ترصوص مباشرة ودعى شاول للخدمة معاه في انطاكيا لم يتردد شاول في قبول الدعوة ولسنة كاملة علماء برنابة وشاول مع بعض جمعا غفيرا لأنه الغالبية كانت من حديث الإيمان ويحتاجون إلى دروس وتعليم وتلمزة أكيد هذه الدروس شملت حياة المسيح موت المسيح قيمته وصعوده عطية الروح القدس ملك المسيح حاضرا ومستقبلا عشان كده دعية التلاميذ مسيحيين للمرة الأولى في انطاكيا أكيد كان لابد انهم يتعلموا كتير عن المسيح دعاهم له قبل كده التلاميذ القدسين الإخوة المؤمنين كل دي ألقاب أعطيت للمؤمنين في الماضي لكن هنا المرة الأولى اللي بيسموا مسيحيين وده الحقيقة لقب مشجع لشعب الكنيسة في انطاكيا اللي ليها الفضل ان هي الكنيسة المرسلة بعد كده آخر حاجة وأنا بتكلم عن الكنيسة الأولى في انطاكيا كنيسة الأمم الأولى في انطاكيا الخدمة مرة تاني شوفنا اللي بناها جنود مجهولين واللي عمل عملية المتابعة هو برنابة واللي عمل عملية التلمزة هو الرسول بولوس ثم الخدمة كل واحد كل واحد في الكليسة بشير اللقاء بيحدد هذه الخدمة بيقول في تلك الأيام يعني أثناء خدمة برنابة وشاول أثناء خدمتهم معا في انطاكيا جي مجموعة من الانبياء من أوريشاليم إلى انطاكيا وكانت خدمة النبوة معروفة في ذلك الوقت وعملوا خدمة في كنيسة انطاكيا وكان فيه أنبياء ومعلمون ونعرف كمان يهوزة وسيلة من كنيسة أوريشاليم إنهما نبيين وفي لوبوس كان عنده أربع بنات كنا يتنبأنا وهنا الكلام عن أغابوس اللي أشار بالمجاعة القادمة ولأنه فيه مجاعة يبقى فيه احتياج للمساعدة وعلشان كده الذكر هنا للعطاء والعطاء بيقول لكل منهم وكده أسسوا أول مبادئ العطاء مساعدة الإخوة والأخوات اللي هتأتي عليهم المجاعة في ذلك الوقت العطاء من الجميع من الأغنياء والفقراء كل واحد على قدر تقتل ودي خدمة كل واحد وهنا الحقيقة بنشوف مشاركة جميلة جدا بين الكنستين الكنيسة في أوريشاليم والكنيسة في أنطاكيا كنيسة في أوريشاليم أرسالة برنابة وكنيسة أنطاكيا بتبعت مع برنابة الآن والشاول تقدمات لمساعدة الكنيسة في أوريشاليم ما أروح هذه الشركة والشراكة بين كنائس الرب يسوع المسيح وده كان التزام على الكنيسة في أنطاكيا ان هم يخدموا ويساعدوا أخوتهم في أوريشاليم في الختام صديق المشاهد بشوف كنيسة أنطاكيا نموذج للكنيسة اللي بتزرع كنائس وقامت على هذه الأعمدة الأربعة الكرازة مرتاني من جنود مجهولين الرعاية والمتابعة من برنابة التلمزة والتعليم من الرسول بولس والخدمة والعطاء من كل واحد طبعا أكيد مع كل ده العبادة شارك في بنيان هذه العمدة كل واحد كل واحد بحسب موهبته الكارزون غير المعروفين دول مهمتهم إعلان إنجيل المسيح وربح النفوس للمسيح للكنيسة وبعدين متابعة هذه النفوس حتى ينمو نموا صحيحا في الرب ده اللي عمله برنابة وبعدين يأتي دور التلمزة والتعليم من كلمة الله وده اللي عمله بولس وبعدين مشاركة الكل في العطاء والخدمة مش احنا محتاجين النهاردة صديق المشاهد وزميل الخادم نحنا نفحص خدمتنا وخط سير كنائسنا لنرى هذه العمدة معا التي تقوم عليها الكنيسة المحلية مرة تاني الكرازة المتابعة التلمزة الخدمة ومؤكد العبادة مع كل هذه العمدة اصلي من كل قلبي انه كنائسنا المحلية في كل مكان يكون فيها هذه العمدة معا ونشارك جميعا في قصة الكنيسة وإلى لقاء جديد في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم استودعك لنعمة الرب والرب بمعاك